بأكثر من ثلاثمائة عنوان شاركت العتبة العباسية المقدسة فرحة المهتمين في مجال الثقافة بعد عودة فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بنسخته الثانية والعشرين الذي توقف بسبب الضرف الاستثنائي الذي يمر به العالم في ظل تفشي فيروس كورونا اليوم انطلقت الدورة 22 لمعرض بغداد الدولي للكتاب وحقيقة هو عرص ثقافي اجتماعي حصلنا الشرف بزيارة جناح العتبة العباسية وحقيقة هو جناح متميز جدا 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 ومواظب على المشاركة في كل محفل ثقافي ومعرض الكتاب وله بصمة دائما وعناوين متميزة تجذب كل الجمهور شاركة العتبة العباسية مقدسة في معرض بغداد الدولي الكتاب دور نسخته 22 ضمن سلسلة مشاركاتها الداخلية والخارجية خارج العراق وداخلي عرض في هذا الجناح اكثر من 300 اصدار من بين مجلدات محكمة وموسوعات وكتب علمية ومركز تراث كربلا والبصرة شاركة في معرض بغداد الدولي قسمين الشؤون الفكرية وقسم المعارف الإسلاميون الثانيون الكتاب وطن شعار اتسم به المعرض الذي ضم أكثر من 220 دار نشر محلية وعربية وأجنبية من بينها جناح للعتبة المقدسة التي عرضت نتاجها الفكري والثقافي فيه ولاقى استحسانة وثناء رواد القراءة والمطالعة حقيقة يفرحنا أن نجد مثل العتبات المقدسة أنه تشارك وتدخل مع الشباب ومع الناس من أجل إيصال ذلك أو تلك المعلومات الموجودة في تلك الكتب القيمة ما شاء الله كتب قيمة تشير إلى الحوزة العلمية في الأصول مثلا وفي الفقه وفي النحو وكذلك بعض المواضيع الثقافية المهمة التي يحتاجها الناس حقيقة الأمر الكتب اللي وجدناه هنا كتب قيمة ذاك محتوى قيم كتب كطبعات تستحق واحد أن يقتنيها متنوعة في نفس الوقت بين الفقه واللغة والفلسفة ووجدت من أفضل الطبعات الموجودة في الأمس مصر تؤلف ولبنان تطبع والعراق يقرأ أما اليوم وبالتحديد من كربلاء العتبة العباسية المقدسة تؤلف وتطبع في دار نشرها وتعرض نتاجاتها الفكرية ذا الجودة الورقية والطباعية إلى جانب إبداعات مبدعيها في المجالات الثقافية والفكرية والتراثية فتجدها حاضرة في المعارض الدولية وتترك أثرا قيما فيها ترجمة نانسي قنقر